ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله دراجته النارية وبعد بلوغه لمنطقة خالية بالقرب من سوق المتلاشيات بأيت بلول تفاجأ بشخصين يعتريدان سبيله ويشهران في وجهه سلاحا أبيضا وأمره بتمكينهما من دراجته النارية وهو الطلب الذي لم يلبه الضحية فدخل معهما في نقاش حاد ومقاومة جعلت الجانيين يوجهان له طعانات عدة على مستوى الصدر والكتفين والعنق ليسقط أرضا مدرجا في دمائه هو يفارق الحياة على الفور فيما تمكن المشتبه بهما من سرقة دراجته النارية ولاد بالفرار نحو وجهة غير معلومة وأضافت دات المصادر أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي التابعة لمركز القليعة والفرقة العلمية والتقنية الذين هرعوا لعين المكان وتمت معاينة جتة وإجراء عملية تمشيط واسعة بالمكان بغية استجباع كافة الأدلة التي قد تساعد على فك طلاصم هذه الجريمة البشعة قبل أن يتقرر نقل جتة الهالك صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بإنزقان بأمر من النيابة العامة المختصة فيما بشرت المصالح الدركية تحرياتها وأبحاتها الميدانية بغية تحديد هوية الجنات الذين لا زالوا في حالة فرار من أجل توقيفهما وتقديمهما للعدالة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية